اشتركوا في القناة 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 وشيخ واحد اشتركوا في القناة 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 شكرا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة صغير من الأدام حي على الصراحة ما سمحي على فلعه وطبعا الشيخ اللي أرحمه كان واغد الأذان نقلا عن الشيخ طبعا يعني بس بعض التغييرات تعديلات الخصوصية حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الصلاة حيا على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الضار يعني رواءان ما شاء الله لما ممشيتش في نفس طريق شيخ لملوم عمك واتجهت القراءة يعني؟ يعني السؤال طبعا بيتسئل كتير من صحابي وكده هو رده بسيط يعني أنا شايف إنه القارق مش مجرد يعني صوت بس حلو وحفظ كمان وطبعا يعني ده مطلوبه ولكن القارق لازم يبقى عنده القدرة على تكوين جمل من آيات القرآن الكريم ويغلفها بجملة نغمية يعني بتوضح المعنى ولي مشايخنا وساداتنا يعني رحمة الله عليهم القراءة المصريين يعني بالذات ليهم شأن خاص يعني لأنهم كانوا بيوضحوا الآيات القرآن الكريم بجملة نغمية وكان معظمهم دارس المقامات فكان بيقدر عنده قدرة على الارتجال اللحني الارتجال النغم إن هو يرتجلي فأنا ممكن أكون صوت قويس وحافظ الحمد لله رب العالمين ولكن القدرة على الارتجال في القراءة محتاجة يعني تدريب ومحتاجة برضو موهبة كنت استسهلت يعني لا مش استسهلت والله ولكن يعني ممكن مع التدريب والخبرة كنت ممكن تيجي بس بحب أقلد يعني زي بحب أقلد الشيخ يعني طبعا ما أدرسته كده بسم الله الرحمن الرحيم بسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق نقر وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم حاجة كده من ريحته عنه صلى الله عليه وحمد صلى الله عليه وسلم طيب أنت في معرض حديثك في بداياتي اتكلمت عن الشيخ محمد عمران الشيخ محمد عمران آه طبعا مدرسة العظيمة الأستاذية صاحب الأداء المعجز حافظ حاجة لشيخ عمران آه طبعا الشيخ محمد عمران يوميا لازم ليه كده ليه ورد معي لازم تدرب ودنك بيه لازم اتبسط بيه أنا أتبسط بيه كان بيبسط نفسه في القراءة يعني فيه ابتهلي بحبه الله وربي يا صلى الله الله ربي للهدى يهديني الله ربي للهدى يهديني وهو الذي من فضلي تكويني قد جئت في الدنيا لطاعة ذاتي أدعو داوما كي يكون يقيني وإليه أخشع تائبا متبتلا فعبادة الرحمن أصل الديني وإليه أخشع تائبا متبتلا فعبادة الرحمن أصل الديني فعبادة الرحمن أصل الديني ممكن نسمع إيه اللي غيره اه اتهل برده ولا ماشي زي ما تحب بقى أنا عايز أسمعك حاجة يعني للأسف ما بتتقلش كتير يعني تعرف طبعا قصيدة ولد الهدى طبعا أنا بحبها جدا ولكن هي أبياتها كتير يعني فإحنا ممكن إيه؟ أولد الهدى فالكائنات ضياء أولد الهدى فالكائنات ضياء وفام الزمان تباسم وثناء الروح والملأ الملائك حوله الروح والملأ الملائك حوله للدين والدنيا بيهب شراء والعرش يزوى الحظيرة تزدعي والمنتهى والسدرة الأصماء والوحي يكتور سلسلا من سلسال واللوح والكرم العظيم ولواء يا خير من جاء الوجود تحية من مرسلين إلى الهدى بك جاءوا يا خير من جاء الوجود تحية من مرسلين إلى الهدى بك جاءوا بك بشر الله السباء فزوين يا خير من جاءوا بك جاءوا بك جاءوا بك جاءوا بك جاءوا يا خير من جاءوا بك جاءوا بك جاءوا بك جاءوا بك جاءوا وقلنا سعد هيجينا على قدومك يا ليلت العيد يا ليلت العيد أنستينا ليلت العيد أنستينا وقدت الأمل فينا ليلت العيد يا ليلت العيد يعني نورتنا وشرفتنا وأفعبتنا تفكر في الفترة الجاية والله دلوقتي أنا بقى لي فترة مركز مع الأطفال وبهتم بهم يعني وعندي كرال كده على قدي وبكتشف بقى فيهم مواهب وبحاول يعني إيه أساعدهم على قد مقدر يعني ما شاء الله وإن شاء الله يعني يبقى فيه حاجات كده للنور قريب هيبقى ربنا يكلى يعني يتعبنا ومفجدنا على خير إن شاء الله طفي إن شاء الله شرفتني ونورتني أنا تشرفت بيك متشكر جدا تسلم أغرسي يعني ذا كان كتحلاتنا النهاردة مع الصوت الجميل محمد سعيد طبعا أنا عم صوت شخصي واحد من الشاق هذا الصوت وهذا شخص الضيف الجالس أمامكم الأستاذ محمد سعيد شرفنا ونورم في حالات النهاردة إني ببابك تقبلوا تحيات فريق عمل هذه الحلقة وهذه تحياتي محمد الرميحي السلام من الله عليكم رحمة الله وبركاته موسيقى موسيقى